اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نال الكسندر فليمينغ قسطا كبيرا من الثناء على هذه المعجزة الطبية لكن دفتر ملاحظاته المخبرية يظهر انه سرعان ما صرف نظره عن البنسلين لاقتناعه بانه لينفع الانسجة الحية بعد 12 عاما وتزامنا مع نشوب الحرب العالمية الثانية نجح ثلاثة علماء من جامعة اوكسفورد بالتحكم بتركيبة البنسلين الضعيفة لانتاج اعظم دواء في تاريخ البشرية كان هاورد فلوري البروفيسور الاسترالي الاصغر سنا في كلية سير ويليام دان التابعة لجامعة اوكسفورد كان يقال للتلامذة الجدد انه الافضل لكنه ليروقكم قام خلال الثلاثينيات بالبحث في الجامعات الانجليزية من اجل تأليف فريق عمله الخاص في كلية دان اختار ارنست شاين الالماني الاصل وصاحب المزاج المتقلب ليقوم بالعمليات الكيميائية كان شاين لاجئا المانيا وكان قد علق على حائط المختبر ملسقا طبعت عليه صورته كي يتذكر المآسي التي عاشها في بلده اما المساعد الثاني فكان نورمان هيتلي الذي كان بارعا في تجهيز معدات المختبر من الخردة الموجودة في الجامعة لن نقوم بها لا يمكن القول انها عديمة القيمة منذ بداية علاقتهما كان شاين وفلوري يتناقشان باستمرار يقال ان صوتيهما كانا يسمعان في كل انحاء الجامعة وستتبين لنا بعض الاسباب لاحقا خلال ليالي الصيف قبل الحرب كانا يتنزهان ويتبادلان الافكار المختلفة واضعين مخططات جديدة لبحوثهما عندما تعيد التفكير في التجارب تجد ان طريقة التخطيط تبدو جميلة ومنطقية ولكن في الحقيقة نحن نتخبط في تجارب عديدة مشكوك فيها قبل التوصل الى النتائج المرجوة اكتشف شاين ان استعمال العفن على الجروح لمنع انتقال العدوى يعود الى الازمان الغابرة استعمل الصينيون العفن الموجود على فوليسويا واستعمل اليونانيون العفن على الجبن اما في استراليا مسقط رأس فلوري فكان السكان الاصليون يعدون ضماضات من العفن الذي يتكون على لحاء الشجر المظلل اطلع شاين على كل المستندات التي وقعت بين يديه الى ان وجد مقالة لالكسندر فليمانج يعود تاريخها الى عام تسعة وعشرين وصف فيها كيف قضى نوع من العفن يدعى بينيسيلوم نتاتوم على الجراثيم خلال بحوثه المخبرية اثار الموضوع اهتمامي ورأيت امكانية واسعة لدرس هذه المادة المقاومة للجراثيم مدة لا تقل عن خمس سنوات لم يقم احد بدراسة هذا الموضوع من قبل كانت الجراثيم التي تنمو في الجسد مميتة هل يمكن استعمال العفن لوضع حد لها؟ ناقش شاين افكاره مع فلوري وفقت على اقتراح شاين دراسة العفن بدقة وجد شاين عينة من البنسيلوم نتاتوم في كلية دان لمتابعة العمل من حيث توقفت التجارب السابقة كان شاين بحاجة الى استخراج المكونات الناشطة للعفن ليتمكن من حقنها فيما بعد استنتجت من مقالة فليمينغ انه استطاع معرفة قدرة العفن ولكنه لم يتابع تجاربه ان المكونات الناشطة للعفن كانت غير مستقرة ويصعب عزلها من خلال موازنة نسبة الحموضة واستعمال مكعبات الثلج للحفاظ على برودة السائل تمكن شاين من عزل المكونات الناشطة تطلب الامر سنتين وبحلول عام اربعين كشف الشاين عن كمية قليلة من مسحوق اصفر اللون كان هذا البينيسيلين الذي قضى على الجراثيم جاء دور فلوري الان طلب من مساعده في البحوث جيمس كينت ان يحضر فئرانا لاجراء اولى التجارب على انسجة حية كان نورمان هتلي يسجل الاحداث قمنا في الخامس والعشرين من شهر شباط فبراير عام الف وتسعمائة واربعين بتجربة مهمة لنرى ان كان البينيسيلين سيحول دون موت الفئران التي حقنت بفيروس مميت حقنت ثمانية فئران بهذا الفيروس المميت ثم حقنت اربعة منها بالبينيسيلين كان فلوري يصور التجربة كعادته اذا بقيت الفئران على قيد الحياة فستصبح هذه الفئران الشاهدة الاهم على اعظم انجازات العلوم انتظروا طوال الليل وكان يتم حقن البينيسيلين مرة كل ساعتين حقن فلوري اخر كمية عند الساعة العاشرة مساء هنا اذاعة البي بي سي تدافع قوات الجيش البريطاني من محيط بلدة دونكيرك في فرنسا ظل هاتلي مستيقظا طوال الليل للمراقبة ان الفئران التي حقنت بالبينيسيلين لا تزال بحالة جيدة اما بالنسبة الى الفئران الاخرى فقد ترنحت واحدة منها لثوان معدودة ثم نفقت كان هاتلي يراقب بحماسة بالغة بعد ساعات معدودة نفقت الفئران التي لم تحقن بالبينيسيلين بينما بقيت الاربعة الاخرى حية وبحالة جيدة غادرت المختبر عند الساعة الثالثة وخمس واربعين دقيقة صباحا عند بزوغ نهار الاحد نفقت الفئران الاربعة يبدو ان للبينيسيلين تأثيرا مهما بينما كانت الاجراس تعلن بداية نهار احد جديد في انحاء جامعة اوكسفورد استفاقت بريطانيا على انباء جيدة تفيد عن نجاة نحو ثلاثمائة الف جندي بريطاني بعد خوضهم المعركة مع الجيش الالمني في دونكارك اما كلية دان فقد استفاقت على نبأ الحدث العلمي الذي سيكون له اهمية بالغة في المستقبل نجت اربعة فئران بيضاء على الرغم من حقنها بفيروس موميت ويعود الفضل الى حقنها ببودرة صفراء اللون كانت الطبيبة مارغريت جينينغز اول من تلقى الاخبار الجيدة من فلوري كانت جينينغز قد انضمت حديثا الى الفريق للعمل على الجراثيم ستنعكس علاقتهما السرية سلبا على اعضاء الفريق في كلية دان في المستقبل كان الامر بمثابة اكتشاف باب سحري للشفاء يفتح قليلا فقط اذ لم يكن لديهم كمية من البنسلين تكفي لاجراء التجارب على البشر كان السؤال حول كيفية ايجاد مزيد منها احتل هتلر بلجيكا وفرنسا وهولندا اما بريطانيا فكانت تستعد للمواجهة كانت المعامل لبريطانيا تصنع المعدات الحربية على مدار الساعة كان من المستحيل على فلوري ايجاد معمل مستعد لتصنيع البنسلين كان الخيار الوحيد ان يحول اقسام الجامعة الى اماكن سرية مخصصة لاعداد البنسلين كان يجب عليهم استعمال كل بقعة دافئة ومتاحة في الكلية كان العمل يتم على كل الجهات ولكن الكمية التي سنحصل عليها ستكون قليلة جدا يجب ان تدع الفطريات تم على طبقة تبلغ سمكتها سنتمترا واحدا ونصف سنتمتر نبقيها نحو عشرة ايام على درجة حرارة اربع وعشرين درجة مئوية يمكنك ان تتصور الاواني العديدة التي كنا بحاجة اليها لفعل ذلك كنا نستعمل اي وعاء تقع يدنا عليه كان يجب تعقيم الاواني لان اي جرثوم قد تقضي على البنسلين كانت خطوة جريئة بالنسبة الى فلوري فما يقوم به لا يدخل في اطار التعليم التقليدي واجه الفريق صعوبات كثيرة في المرحلة الاولى ان العفن بحاجة الى الحرارة لكي ينمو كان يجب تكثيف السائل الغني بالبنسلين من خلال وضعه في مكان بارد لذا قضى هتلي ساعات طويلة في غرفة التبريد في كلية دان قام مدير مجلس البحوث العلمية ادوارد ميليمبي في الخامس من شهر حزيران يناير بزيارة مفاجئة كان مجلس البحوث العلمية الممولة الاساسية للبحوث العلمية في بريطانيا وكانت هذه فرصة لطلب التمويل من اجل معمل الفطريات اثر فلوري التروي وقرر عدم اعطاء ميليمبي كل التفاصيل المتعلقة بالبنسلين قبل التوصل الى نتائج ملموسة كان ميليمبي شخصا حذقا وقليل التسامح وجازما ويميل الى الشك لم تكن فكرة تحويل اقسام الجامعة الى معمل للفطريات لتروقه لذا لم يتشجع الفريق على طلب التمويل منه في هذه المرحلة اعرفك بالسيد ادوارد ميليمبي كان يؤخذ على فلوري مطالبته مجلس البحوث العلمية باكثر من حصته العادلة من التمويل من المعلوم انه يجب ان تكون جريئا لتنجو بفعلتك اذا فعلت اشياء غير عادية ستسامح عليها لاحقا وستكافأ ايضا فذلك بالنسبة الى الناس عمل فريد في نوعه انتشرت روائح العفن المتخمر في انحاء كل يتدان لكن ميليمبي لم يلحظ شيئا مريبا في الجامعة لحسن الحظ في وقت لاحق طلب فلوري من ميليمبي مبلغا بقيمة 600 جنيه استرليني لتمويل بحوث متعلقة بمادة غير محددة لكنها تعيد بالكثير عزيزي ميليمبي اخبرتني ذلك اليوم بانك قدمت كل الاموال التي كانت بحوزتك لتلبية المتطلبات هذه الجامعة يبدو ان الاكتسبت سمعة قاطع طرق اكاديمية منحه ميليمبي 25 جنيه استرليني فقط هذه المرة متذرعا بالحرب القائمة دخلت الحرب مرحلة قاتمة مع بداية الهجمات الجوية الخاطفة على لندن تصفت لندن على مدى 57 ليلة متتالية يعتمد بقاء امتنا على نتائج هذه المعركة كانت اوكسفورد معرضة للقصف ايضا كانت التدريبات للاختباء في حال التعرض للقصف تقاطع العمل على البنسلين باستمرار كان يجب وضع معدات المختبر جانبا والاستعادة عنها بالمعول والمجرفة لحفر الملاجئ اخرجت المواد الكيميائية السريعة الاشتعال التي كانت تستعمل في اعداد البنسلين من المختبر ووضعت بعيدا عن المبنى دخلت الحرب مرحلة قاتمة كان البروفيسور المتهكم بطبعه يقول ساخرا حسنا يحتمل ان تأتي المدرعات قريبا الى هضبة هدينغتون لذا من الافضل ان نمسح اكماما وبطناطي بدلاتنا ببعض العفن اذا ساءت الامور ونجى واحد منه فعلى الاقل سيمكنه استرداد الفطريات كان فلوري محقا في خشيته من وقوع العفن بين ايد العدو فقد تلقى طلبات عديدة يقف وراءها الالمان على الارجح لبعث عينات من البنسلين الى دولة سويسرا المحايدة لن يحصل الالمان على شيء كان بعض افراد عائلة ارنس شاين ما زالوا يعيشون تحت وطأة النظام النازي لقد غادر المانيا عام ثلاثة وثلاثين تاركا والدته واخته في امان معتقدا ان النظام النازي لن يدوم اكثر من ستة اشهر لكن الامور تغيرت كثيرا الان اصبح من الصعب جدا الاطمئنان اليهما ومعرفة مصيرهما كان هاورد فلوري وزوجته ايثل قلقين على سلامة ولديهما كانت العديد من عائلات اوكسفورد تخطط لترحيل اولادها الى كندا وامريكا نشأت علاقة بين هاورد وايثل في استراليا منذ ان كانا يافعين تعرف الواحد الى الاخر عندما كانا يدرسان الطب في جامعة ايديلايد كان فلوري يسبق ايثل بسنة وكانت المرأة الوحيدة في صفها لكن عندما وافته الى بريطانيا بدأت المشاكل الزوجية كانت ايثل قد بدأت تفقد سمعها وساءت علاقتها مع هاورد لكن حبهما لتفليهما حال دون التفكير في الطلاق واصلا علاقتهما وكانا يتواصلان من خلال الرسائل الموضوعة على طاولة المطبخ عزيزتي لدي بعض الاقتراحات قد تساعدك على ايجاد طرق اخرى للتعاطي مع تقلبات ميزاجي اذا ضعفنا الجهد اعتقد اننا سنعيد الامور الى مجرها الطبيعية بما اننا ندرك الان بعض الاسباب التي ادت الى المشاكل الحاصلة بيننا ازدادت الاخبار السيئة في اواخر عام الف وتسعمائة واربعين لذا اتخذت عائلة فلوري قرارا صعبا قضى بترحيل ولديها الى امريكا كانت شارلز يبلغ الخامسة من عمره وكانت باكيتا تبلغ العاشرة من عمرها عندما غادر الاراضي البريطانية من مرفأ ليفر بول في شهر كانون الثاني ديسمبر عام الف وتسعمائة واربعين كان يرافقهم مائة وسبعة وعشرون ولدا من عائلات جامعة اوكسفورد اضافة الى سبع وعشرين والدة قضى شارلز وباكيتا فترة الحرب مع جون ولوسيا فولتون صديقي هاورد في نيوهايفين اصيبت ايثل بالاحباط جراء رحيل ولديها ولكنها اغتنمت الفرصة لمتابعة مهنتها الطبية خلقت الحرب حاجة ماسة الى متابعة البحوث على البنسلين لم تكن التجارب البشرية التي ارادها فلوري ممكنة حينذاك في انتظار اجرائها سمح لكل عضو في الفريق ان يقوم بتجاربه الخاصة في مجال اختصاصه زاد التبريد من كمية المنتوج ولكن ماذا بالنسبة الى الشوائب اراد الان ان يسرع الخطى عندما اقترح هتل حلا اساسيا لمعضلة كيميائية اعتبر شيء ذلك تعديا على صلاحياته في الفريق يمكن استخراج البنسلين على رغم من الشوائب سيكون لهذا الاقتراح ردود فعل مختلفة من جانب كل عضو من الفريق يجب ان اوضح انني لم اقل ان التجارب هتلي لن تنجح لم افهم بعد كيفية توصله الى هذا الاستنتاج كل ما عانيته ان فكرته قد تكون جيدة ولكنها تتطلب عملا كيميائيا ولقد سبق واتفقنا على انني الوحيد المخول القيام بالاعمال الكيميائية يجب ان تنفذ هذا الاقتراح دعم فلوري اقتراح هتلي ادركت شين ان لا فائدة من النقاش وقال لي على مضض حسنا اذا كنت تعتقد ان التجربة ستنجح فلما لا تجربها بنفسك ستكون هذه افضل واسرع طريقة لتعلم انك مخطئ حسنا لا يهمني من اقترح الفكرة لانها اذا نجحت ستضاعف كمية البنسلين وفي كل الاحوال سيسجل الاكتشاف باسم الثلاثة كان هتلي مصمما على انجاح فكرته لكن المعدات التي كان يحتاج اليها لم تكن متوافرة بسبب الحرب اضافة الى نقص في التمويل وغياب الاولوية لذا كان عليه اثبات فكرته بما تيسر له ايجاده من معدات كانت الفكرة تتألف من قسمين هما اعادة استخراج البنسلين المكثف بواسطة الماء وصنع الة قادرة على تشغيل هذه العملية اذا اشتغلت الالة فسيمكنه مضاعفة كمية الانتاج كان فلوري قد استخدم هتلي نظرا الى مهارته التقنية ولكن لم يخطر في بال احد انه سيصمم الة كيميائية ثورية لاستخراج البنسلين من خلال المعدات القليلة المتوافرة ستنفق شركات تصنيع الادوية ملايين الجنيهات لكي تحاول بناء الة مشابهة استعمل هتلي فيها مصباحا كهربائيا قديما عوض العوامة واجزاء من سلك هاتف قديم عوض جهاز الانذار في الرابع والعشرين من شهر شباط فبراير عام الف وتسعمائة واربعين نشرت الصحيفة الطبية البريطانية المشهورة ذي لانسيت نتائج اولى بحوث فريق اوكسفورد على الفئران واعلنت عن اقتناعها بقوة شفاء البنسلين وان الفضل يعود اليهم في اكتشافه تعتبر هذه المقالة اليوم من اهم المقالات التي نشرت في ذي لانسيت كانت بريطانيا مشغولة بكثير من الاشياء عام الف وتسعمائة واربعين ولكن جاء الاهتمام بالمقالة من قبل زائر غير متوقع بعد اسبوع على نشر المقالة ظهر الكسندر فليمينج مجددا على الساحة سأل فليمينج ماذا جرى للبنسلين الذي اكتشفته انا دهش الفريق في كلية دان لرؤيته اعترف شيء لاحقا لفلوري انه كان يعتقد ان فليمينج قد توفي انت تعرف ان الحرارة المرتفعة تقضي على البنسلين لذا نحن نبقيه في مكان بارد قدموا اليه عينة بسيطة من البنسلين على شكل بودرة لم يرى شيئا مماثلا من قبل عاد فليمينج الى لندن من دون ان يبدي اي ملاحظات او يوجه كلمات ثناء للفريق في اوكسفورد الذي سيوصل فليمينج الى الشهرة كان يجب عليهم ان يلزم الحذر قبل اعطائه شيئا قبل فترة قليلة من حلول عيد الميلاد عام الف وتسعمائة واربعين كان هيتلي يجول في الريف بعربة استعارها من مركز نقل الدم ان رؤيته وعاء مستديرا يوضع الى جانب السرير في المشفى اوحت اليه باستخدام الاوعية لنمو العفن لذا بدأ البحث في الريف عن اوعية رخيصة الثمن انا احب الاختراعات قد لا يكون لهذه الميزة اهمية كبيرة عند الباحثين لكنها كانت مفيدة جدا لنا نظرا الى ظروف الحرب والحرمان وصعوبة تأمين المواد اللازمة كنت اتمنى لو كانت قاعدة الوعاء اوسع احضر هيتلي اول مجموعة من الاوعية ليلة الميلاد وكان قد اوصى على خمسمائة وعاء اخر يبلغ سعر كل منها سبعة جنيهات وستة بنسات هيتلي مرحبا احسنت لقد احضرتها ما رأيك فيها وجد هيتلي ان من خلال حقن الهواء المعقم في الاوعية الجديدة سيحول دون تعرض العفن السائل للجراثيم الخارجية استخدم ايضا ثلاث نساء لمساعدته في العمل بحلول عام 41 اصبحت الى الاستخراج التي اخترعها هيتلي جاهزة ان الالة قادرة على استعاب 12 لترا من العفن خلال ساعة واحدة لم تزد كمية انتاج البنسالين المستخرج فحسب بل كانت النوعية افضل بعشر مرات منها في التجارب السابقة اعترف شايم ببراعة هيتلي ولكن علاقته بفلوري كانت تزداد سوءا لانه لم يغفر له عندما منح هيتلي صلاحيات واسعة في الفريق كان هذا خرقا واضحا لاتفاق مع فلوري ولقد عبرت عن استياء وخيبة املي واصبحت مقتنعا انه لا يمكن للمرء ان يثق ابدا بما يقوله فلوري لم اصاعد الامور لانني لا استطيع ان اخاطر بموقع الخاص لكون المانية الجنسية في هذا الظرف الدقيق كنت قد اصبحت مواطنا انجليزيا محايدا منذ اشهر قليل قبل حصول هذه المناقشة وكان يجب علي ان اتجنب اي رد فعل يشجع الناس على ابداء مشاعر عدائية انتجاهي تناقش شين وفلوري بحدة حول تسجيل اختراعهما خوفا من ان يسبقهما احد الى تسجيل الاختراع وسيضطران عندئذ الى دفع المال لقاء استعمال اختراعهما الخاص فسنحصل على المال الكافي لمتابعة التجارب كنت ارى فرصة ريادية رائعة لنا في حال سجلنا الاختراع سيكون ملكنا وسنحصل على المال الوفير ناقشت الفكرة مرارا مع فلوري وكنا نتشاجر في كل مرة سافر شين الى لندن واراد ان يستشير ميلمبي لم يكن لقاء موفقا اذ قال له ميلمبي ان جني الاموال من خلال تسجيل الاختراع لن يكون اخلاقيا وهذا ليس من شيام الانجليز اصبح فلوري مستعدا للقيام بتجارب على البشر في نهاية عام 1941 كان الاختبار البديهي الاول هو اختيار متطوع من موظفي كلية دان كان هناك اعتراض حول تعريض حياة رجل او امرأة بصحة جيدة لخطر حقنة مميتة من مادة غير مجربة بعد ستكون الحقنة اكبر بنحو ثلاثة الاف مرة من الحقنة التي اعطيت للفئران ولم تكن الاعراض الجانبية معروفة حاول فلوري ان يضع البنسلين السائل في فمه لمعالجة التهاب في الحلق لم ينجح الامر ولم يكن من المنطقي ان يعرض نفسه للخطر بما انه المسؤول عن الفريق لذا بدأ البحث في مكان اخر كان عدد المصابين بالامراض المعضية في مشفى المقاطعة ومشفى راديكليف كبيرا مثل حال كل المشافي في ذلك الوقت طلب من شارل فلاتشر الطبيب المتمر في مشفى راديكليف ايجاد المريض المناسب طلب مني ايجاد شخص يحتضر وميؤس من امره في حال كانت الحقنة مميتة وتوفي بعدها وقع الاختيار على البرت اليكسندر شرطي المقاطع رقم 231 والذي يبلغ الثلاثة والاربعين من العمر اصيب الشرطي البرت اليكسندر خلال غارة جوية المانية على بيرمانجهام كانت الجراثيم تنهش كل انحاء جسده فشلت عمليات نقل الدم المتعددة توقع الاطباء انه ليعيش اكثر من 48 ساعة لم يكن ممكنا تحديد كمية البنسلين التي يجب استعمالها لعلاجه كانت مجازفة لا بد من القيام بها ولكنهم وجدوا حلا لهذه المشكلة كانوا قادرين على استخراج البنسلين من البول بعد مروره في الجسد لذا جهزوا عددا من الدراجات لكي يتم نقل بول اليكسندر مجددا الى كلية دان اطلق احدهم تسمية دورية البول على هذه العملية بدأوا العلاج بكمية صغيرة من البودرة كان علاجا جديدا الى حد ان احدى الممرضات اخطأت في كتابة كلمة بنسلين في الثاني عشر من شباط فبراير عام 1941 بدأنا حقن البنسلين بمعدل 200 ميلي جرام في الحقنة الواحدة انخفضت حرارة اليكسندر من 39.5 الى معدلها الطبيعي خلال 12 ساعة وتوقفت الالتهابات الناتجة عن الجراثيم ولكن ما هي الكمية المطلوبة من البنسلين التي يجب استعمالها لوقف الجراثيم كليا في الثالث عشر من شباط فبراير خفت الالتهابات في منطقة الرأس وتحسنت رؤية العين اليمنى كان البنسلين يعطي مفعولا هائلا يبدو المريض مرتاحا ويقول انه يتحسن في الخامس عشر من شباط فبراير ابدى المريض تحسنا ملموسا تناوب الفريق على نقل البول كانت اثل تتمرن في راديكلاف وكانت تنال حصتها من المناوبة في نهاية اليوم الثالث اصبح الاعتماد كليا على الفنسلين المستخرج من البول كانت كمية البول تتضاءل تدريجا لكن لم يكن هناك من بديل لهذه الطريقة سجل فلوري ملاحظة نهائية متشائمة في دفتر ملاحظاته في الخامس عشر من شباط فبراير بدأت حالة المريض تسوق وتوفي هذا الصباح ان محاولة معالجة هذه الحالة الوحيدة لم تذهب سودان لانها اظهرت انه يمكن اعتقال البنسلين طوال خمسة ايام متتالية من دون ظهور اعراض التسمم لن نعالج حالة اخرى قبل ان نحصل على كمية كافية من البنسلين سنعالج الاولاد فقط الى ان نصبح اكثر ثقة بالنتائج يحتاج الولد الى كمية صغيرة نسبيا من البنسلين وبينما كانت الات هتلي قد استخرجت المزيد منه واجدوا الطفل المناسب انه جوني كوكس البالغ اربعة عشر عاما من عمره وكان يعاني جلطة دموية خلف عينه اليسرى كان جوني يحتضر ولكنهم كانوا واثقين ان بحوزتهم كمية كافية من البنسلين لمعالجته كانت النتيجة ملموسة وفورية ومجددا ذاع خبر شفائه السريع في المشفى الاثنين في الثاني والعشرين اصبح جسمه شبه خال من الجراثيم وتوقف علاج البنسلين في ساعات الصباح الاولى قاء جوني كوكس فجأة وانتبته تشنجات عنيفة ارتفعت حرارته وتوفي بعد اربعة ايام هل قضى عليه البنسلين؟ اقنع فلوري والدي جون بان يسمحا باجراء عملية تشريح اظهر التشريح ان البنسلين نجح في القضاء على الجراثيم في كل انحاء الجسم ولكنه لم يحل دون انفجار شريان حيوي من جراء الجراثيم التي فتكت به قبل العلاج ومع جريان الدم في عروقه من جديد لم يتمكن هذا الشريان من المقاومة فانفجر تبين ان البنسلين لم يكن مسؤولا عن الوفاة تمت معالجة خمسة مرضى اخرين في راديكليف ولكن وفاة الكسندر وجوني كوكس حالت دون اجراء التجارب التي كان يريدها فلوري لم يعد معمل الفطريات والة هاتلي قادرين على انتاج مزيد من البنسلين وجب البحث عن ممولين للاستمرار في انتاج البنسلين لذا طلب فلوري النصيحة من السيد ادوارد ميلنبي اتفق الاثنان على فكرة سفر هاتلي برفقة فلوري الى امريكا كان شيء يعتقد ان له الاولوية في السفر عوضا عن هاتلي ولكنه بقي في اوكسفورد للاشراف على المختبر استاء الشين مجددا من فلوري في صباح السابع والعشرين من حزيران يونيو عام الف وتسعمائة وواحد واربعين سافر الزميلان بطائرة دنماركية ستقلهم الى امريكا مرورا بليشبونا احضر فلوري معه عينات من العفن ونسخة من مجلة ذي لانسيت وفيها اثباتات عن التجارب السريرية التي قاموا بها على البشر قد فلوري وهتلي اربعة اشهر في زيارة شركات الادوية وعدد من المسؤولين الحكوميين الرفيع المستوى واغتنم فلوري الفرصة لزيارة ولديه انه ما بخير مع ان تشارليز تعافى لتوه من مرض الجدار كان يلهو طوال النهار ان لوسيا تعتني جيدا بالولدين اما باركيتا فهي تستمتع بوقتها في المخيم على الرغم من المشاكل الزوجية شجع فلوري زوجته اثل على العمل معه في بحوثه على البنسلين عندما كان لا يزال مسافرا كانت تستعمل ما تبقى من البنسلين لمعرفة تأثيره في الحروق عاد فلوري الى اوكسفورد عند انتهاء جولته بعد اربعة اشهر لقد مهد لقيام صناعة المضادات الحيوية وسيكافأ على عمله في المستقبل وافق فلوري ان يبقى هتلي في امريكا لاطلاع العلماء هناك على ما هي واسرار عملهم في اوكسفورد في السابع من ديسمبر كانون الثاني عام الف وتسعمائة وواحد واربعين تعرض مرفأ بيرل هاربر للقصف من قبل الطائرات اليابانية وانضمت امريكا الى الحرب وبدأ الشركات الادوية الامريكية بالاهتمام بالدواء الجديد بشكل اكبر وبدأ نورمان هتلي بالعمل في شركة مارك للادوية بينما كان هناك حصل شيء قد يسلط اضواء الشهرة على البينيسالين تبلغ اام ميلر الثلاثين من عمرها وهي ام لثلاثة اطفال بينما كانت ترضع طفلها الصغير الذي كان يعاني التهابا في الحلق انتقلت اليها العدوى وبدأت تحتضر بعد اسابيع سمعت طبيبها بالصدفة عن انجازات فريق اوكسفورد واعتقد ان البينيسالين قد يمنحها املا اخيرة كان معي خمسة جرامات ونصف الجرام من البينيسالين اي نصف الكمية التي احضرناها الى امريكا كان قابلا للذوبان هذا كل ما قيل لي اضافة الى انه يجب علي ان اتناوله باستمرار كان يتم اعطاء حقنة مرة كل اربع ساعات وبعد مرور اثنتين عشرة ساعة استطيع القول بصراحة ان حرارتي عادت الى معدلها الطبيعي لكنني شممت رائحة غريبة شممت رائحة الخردل الانجليزي كان طبيب سيدة ميلر رجلا لطيفا ومتواضعا يدعى بامستيد عندما بدأت ان اخذ البينيسالين كان يتصل بي كل يوم لابلاغي عن حالتها وعن حرارتها ويقول لي ماذا تقترح ان نفعل هل نكمل علاج البينيسالين كنت اجيبه في كل مرة ايها الطبيب انا لست مؤهلا لممارسة الطب ولا استطيع ان اقترح اي علاج ثم كان يقول حسنا ماذا سيكون رأي البروفيسر اذا كنت اجيبه حسنا كان سيقول لك تابع العلاج فانت لا تستطيع التوقف الان على اي حال رن الهاتف نحو الساعة الرابعة صباحا من كان يعرف جاك بامستيد يعلم انه شخص لطيف وصوته ينم عن ساعة صدره رفعت السماعة وقلت نعم يا جاك لم يقل شيئا في البدء ثم قال تستطيع ان ترتاح قليلا الان ولكن يجب ان نتابع الصلاة لان حرارة ان تبدو طبيعية ومستقرة لا يزال متحف سميتسونيون في واشنغتون يحتفظ بنسخة من الجدول الذي يظهر معدل انخفاض حرارة ام ميلر في تلك الليلة يظهر الجدول انخفاضا في درجات الحرارة والتي بلغت اربعين درجة مئوية وذلك من الساعة الثالثة حين عادت حرارتها طبيعية عند الساعة التاسعة صباحا ان شفاء ام ميلر السريع قدم دفعة قوية وتشجيعية لزيادة انتاج البنسلين بعد انهاء عمله عاد هاتلي الى اوكسفورد في تموز يوليو عام الف وتسعمائة واثنين واربعين بعد اسبوعين تلقى فلوري اتصالا من الكسندر فليمينغ طالبا منه عينة من البنسلين لمعالجة مريض مقرب اليه وافق فلوري على اعطائه كل ما تبقى من البنسلين كان عملا كريما ولكنه كان متسرعا وهو امر سيندم عليه لاحقا في الواحد والثلاثين من شهر اب اغسطس عام واحد واربعين نشرت مقالة في مجلة التايمز تتناول دواء عجيبا وجديدا يدعى البنسلين في اليوم التالي وصلت الى مكاتب التايمز رسالة من مدير مشفى سانت ماري السيد المورث رايت ايها السادة الكرام في مقالتكم الافتتاحية عن البنسلين التي نشرت البارحة لم تنسب اكتشاف البنسلين الى احد يجب ان ينسب الى السيد اليكسندر فليمينغ الذي اكتشفه في مختبره هنا انه مكتشف البنسلين وهو ايضا كاتب المقالة الاولى عن قدرة شفاء البنسلين اثار الاعلام ضجة واسعة حول فليمينغ ومشفى سانت ماري بعد حالة الشفاء في مشفى سانت ماري في لندن وصف العلاج الجديد بالسحري وهو يقضي على كل الجراثيم داخل الجسد ويعود الفضل في اكتشافه الى الطبيب اليكسندر فليمينغ اعلنت حالة الشفاء سابقة عالمية من قبل ادارة المشفى والطبيب فليمينغ كانت حالة المريض ميئوسا منها استنكر فريق جامعة اوكسفورد حملة اشهار الدواء التي يقوم بها مشفى سانت ماري والتي لم تذكر شيئا عن عملهم منع الصحفيون القلائل الذين قصدوا كلية دام من دخولها لم تكن تلك الخطوات التي اتخذها فلوريت تصب في مصلحة فريق اوكسفورد كان هناك سبب وجيه لابعاد الصحفيين وليس لمجرد كرهه للاعلام كان البروفيسور يقول لي دائما انه يخشى ان يعرقل عملنا شيئ ما وانه من الخطأ ان نقول عن هذا الدواء انه سحري انه لا يشفي كل الامراض ولا يصح اعطاء امل كاذب للمصابين ولعائلاتهم او ان نقول لهم ان هناك علاجا لكن الكمية غير كافية عندما نشرت بحوثهم تلقوا فيضا من الرسائل من اشخاص ذوي حالات سيئة عزيز الطبيب لقد قرأت عنك وعن عملك واكتشافك الجديد البنسلين اكتب اليك الان وانا ما زلت قادرا على الكتابة لاسألك ان تمنحني فرصة تجربته لا اعلم ان كان البنسلين سينفعك في حالتك هذه طلب فلوري من مارغريت جينينجز ان تلطف الاسلوب الذي كان يعتمده في كتابة الرد على مثل هذه الرسائل كتب الى ميلنبي مطالبا اياه بالتدخل الرسمي لتصحيح الحملة الدعائية التي كان يقوم بها مستشفى سانت ماري المروجة لفليمينج والمجحفة بحق فريق اوكسفارد طلب منه التغاضي عن الامر لان دائرة البحوث الطبية لبريطانية تعلم ان فريق اوكسفارد هو من قام بالعمل الحقيقي كانت بذرات العفن تتطاير من هذه النافذة في مشفى وكلية سانت ماري الطبية في فليمينجز انت الخرافات حول عمل فليمينج ومشفى سانت ماري سيكون من المستحيل تكذيبها لسنوات عديدة تبين ان قصة تطاير بقع العفن من النافذة غير صحيحة ايضا في الواقع كانت بقع العفن تتطاير من تحت السلالم حيث كان ثلاثة علماء اخرين يعملون على بقع العفن اعترف السيد بيفر بروك مؤسس مجلة اكسي بريس انه هو من نسب كل شيء الى فليمينج في بداية عام ثلاثة واربعين كانت توجد كميات محدودة تم انتاجها صناعيا لمعالجة جرح الحرب اختار الجيش البريطاني فلوري للسفر الى مناطق القتال في الشرق الاوسط لاجراء التجارب على جرح الحرب ذا عن نقاش عن احقية الفضل في اكتشاف البنسلين في خضم الاحداث العالمية المتسارعة وفي تلك الاثناء كتب فلوري الى اثل من طرابلس الغرب قائلا صادفنا اصابات مروعة واضطررنا الى التغاضي عن الحالات العديدة الميؤوس منها هناك رجال يعانون منذ اسابيع وشهور اصابات خطرة وتفشيا للعدوى في اطرافهم المهشمة والمبتورة كما وينتشر الذباب والرمال والحرارة المرتفعة في كل مكان حصل تطور طفيف في طرق معالجة الجرح منذ ايام الحرب العالمية الاولى ان مطهرات الجروح التقليدية لم تعد تنفع كانت عمليات البتر هي الطريقة الاكثر شيوعا لوقف تفشي الجراثيم قبل استعمال البنسلين كانت الجروح تعرض للهواء للحقول دون اصابات الغرغرين والامراض الجرثومية الاخرى كانت التقنيات التي تمت تحت اشراف فلوري عام 43 جذرية ان تقتيب الجرح ثم حقن البنسلين بواسطة القسطرة او الانبوب المططي اثار حنق الاطباء العسكريين لكن هذه التقنية اثبتت نجاحها ان المصابين الذين كانوا معرضين للموت من جراء اصابتهم تمكنوا من السير مجددا بعد عملية التقطيب بعد عودة فلوري من الشرق الاوسط انتشرت اخبار تقنيته الجديدة وكيفية معالجته جرح الحرب ما خلق اهتماما واسعا بالدواء الجديد لقد قمت بالتقطيب هنا كان يعرض افلامه التي صورها امام جمهور واسع في الجمعية الملاكية تحقن مقدارا قليلا من البنسلين في الجرح مباشرة بواسطة القسطرة كان فلوري مشهورا في مجال البحوث الطبية قبل البنسلين ساهم الفيلم الذي كان يعرضه في الجمعية الملاكية في وضعه على واجهة البحوث المتعلقة بالبنسلين ايضا في الجرح مباشرة بواسطة القسطرة لعب البينيسلين بفضل بحوث فريق اوكسفورد والعلماء البريطانيين والامريكيين الاخرين دورا مهما في معالجة الجرحة خلال يوم الانزال المشهور في النورماندي قدر عدد المصابين الذين عولجوا بالبينيسلين قبل نهاية الحرب بنحو ثلاثمائة الف جندي احتل البينيسلين الاولوية في الانتاج من الناحية العسكرية في المعامل الامريكية وكان يأتي بعد القنبولة الذرية طبعا من ناحية الاهمية قدر الانتاج بمليارات الوحدات حان وقت عودة كلية دان الى سابق عهدها اي لتعود مختبرا للبحوث ومعهدا للتدريس احاول ان ابتعد عن موضوع البينيسلين لانني اصبحت على يقين ان البينيسلين يبرز اسوأ ما في غريزة الشخص الذي يشارك في تحضيره يؤسفني القول ان جميع من كان له صلة بالبينيسلين كان يحاول القول انه صاحب الفضل الوحيد في اكتشافه كان ادولف هتلر يدخل في هذه الخانة من الاشخاص ايضا على الرغم من مخاوف فريق اوكسفورد لم يحصل الالمان على البينيسلين ولكن هذا لم يمنع هتلر من منح ميدالية الى طبيبه الخاص تقديرا لاكتشافه البينيسلين بدأ الحديث عن منح جائزة نوبل عام الف وتسعمائة واربعة واربعين لمكتشف البينيسلين بدأت حملة باشراف بيفر بروك مؤسس جريدة اكسي بريس تدعو الى منح فليمينج جائزة نوبل قام اصدقاء فلوري بقيادة جون فولتون بتشجيع فريق اوكسفورد وبينما اجتمعت لجنة جائزة نوبل كان فليمينج يجول في امريكا حيث ذهب لمقابلة ان ميلر قال للصحافيين بفخر انها اغلى مريضة عندي البارحة صباحا عند الساعة الثانية واحدى واربعين دقيقة في مركز قيادة الجنرال ايزنهاور وقع الرئيس الالماني على وثيقة الاستسلام غير المشروط لوقف الحرب تلقى شين عام ستة واربعين نبأ وفاة والدته واخته خلال الحرب لم تتحسن العلاقة بين فلوري وشين لسوء الحظ وغادر شين كلية دان عام تسعة واربعين لادارة معهد واسع للبحوث في ايطاليا رسله فلوري قائلا نتمنى لك النجاح واتمنى فقط ان لا تخيب صعوبة ادارة البحوث اما لك بسرعة وضع البنسلين فلوري في مصاف العلماء الرواد في جيله وكرم من قبل الملكة ومنح لقبا تشريفيا ونال اعظم تقدير يمكن ان يحصل عليه عالم بريطاني عندما ترأس الجمعية الملكية توفيت ايثلف لوري في ايلول سبتمبر عام ستة وستين قبل وفاتها قامت مع هاورد بنشر كتاب مفصل للتجارب التي اجريت على مائة وسبعة وثمانين شخصا انما كانها لا يزال محفوظا في تاريخ الطب قبل ستة اشهر من وفاته عام ثمانية وستين تزوج هاورد من مارغريت جينينجز توفيت ان ميلر عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين اي بعد سبعة وخمسين عاما على تلقيها علاج البنسلين لكن منال جائزة نوبل يشرفني ان اقدم جائزة نوبل عن فئة الطب وعلم وظائف الاعضاء لكل من السادة نال جائزة نوبل عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين السادة الكسندر فليمينج وارنست شاين وهاورد فلوري لاكتشافهم ولبحوثهم المخبرية على البنسلين لكن ماذا جرى لهتلي كان يجول في سيارته المتواضعة لحضور المؤتمرات العلمية لسنوات عديدة وكان غالبا ما يدعو اصحابه من العلماء الى احتساء الشاي في سيارته ساد الاعتقاد ان هتلي لحقه اجحاف بالغ ولكن في عام الف وتسعمائة وتسعين اصبح نورمان هتلي اول شخص يحوز الدكتورال فخرية في الطب من جامعة اوكسفورد والتي يعود تاريخها الى ثمانمائة عام توفي الكسندر فليمينج عام الف وتسعمائة وخمسة وخمسين عندما نزل الامريكيون على سطح القمر عام الف وتسعمائة وستة وستين اطلقوا اسمه على حفرة شبيهة بفوهة البركان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة